اعط مصطفى محمد نخلف متام بجريمة قتل وجارت تحقيق عن اذا كانت العمد او عن غير العمد اه انت يرك يا مصطفى هتفرق في حاجة يعني هتفرق في حاجة انا هتفرق في حاجة احنا هتفرق في حاجة احنا هتفرق في حاجة انا لوحيدي مشتاها تلفه ودور عليها وانا هلفه ودور ليه بس التحقيق بترجح ان الجريمة تمت عن عمد ده غير كمان شادت كل المقربين منك اهلك صحابك زمالك في الشغل كلهم بيأكدون فيه ناية مباياتة للقتل مش غريبة بقى ان كل الناس دي متأكدة من نفس الحاجة ادي كلتا انا غريبة فلا ان كلهم يكونوا متفقين كده ولا كايني اعتلت لهم قتيل يعني طب هم يكذبوا ليه ايه مصلحاتهم والله ما عرفش ممكن تسألهم ايه ما نسألتوه وما اعتقدش ان حد فيهم هيكذب يعني لكن انا اللي هيكذب صح قالوا لك كده ها طب تقول لي انت مصلحاتهم ايه مصلحاتهم مصلحاتهم انهم يودوني في داهر ممكن تقول لي ليه قارب الناس ليك ليه اهلك هيبقوا عايزين كده وعشان هالخيبة انا اللي خيبت اعمالهم وضيعت طعبهم كله على الارض طول عملي فاشل عملي مقدرت انهم بيأكلوني وبيشربوني وبيعلموني بيصرفوا علي دم قلبهم انا اول فرحتهم وعمالهم اللي اسود في الدنيا وده مبرر اللي اتوصل نفسك اللي كده انا مرتاح مع نفسي كده فعلا طب دول ابوك و امك تفتكر اخباتك رأيهم ايه ولا حاجة ولا حلو ولا وحش طب وصحابك الودان لسه فاكرهم ولا خلاص خسرتهم انا ما خسرتهمش انا ما خسرتهمش عادي اللي اشتغل و اللي اتجوز و اللي سافر الحياة يعني بس هما لسه زي ما هما مع بعض انت اللي بقيت اما كنتش قص ده بعد ما بقيتش بهم مش مشكلة بس ما كنتش لازم تقضي حد فيهم يعني انا عملي بقزيت حد فيهم واللي عملتوا فعالي ما كانش قزة تدبر خطوك لصاحبك اللي شغلك والتوارب الشغل ده مش قزة باين انا انا ما كانش قص ده يحصل كده انا انا كنت عايز بس ان انا يعني بس كنت عارف و سكت عجبتك اللقطة قلت اشيه حلوين زيادة وتركب على مكانه وكي انك ملكش يبدأ بالموضوع خالص عملت كده ليه اكيد هو صح فشغلك حياتك هو السبب في كل حاجة يلا الله ارحمه واسمحه بقى كان لازوي بطل علق فشلي عليه مش كيفانا اللي حصرته لكن هو هو كان ملاك يخاف علي على مصلحتي يديني بالجزمة بس عشان ابقى راجل وعرف اشيه المسؤولية تغطي دارا؟ ياريت انا عارف كل بيدور في دماغ دلوقتي انا اكتر واحد عارفه نور نور كم ما قزتهاش؟ نور الوحيدة اللي عمري ما قزته يمكن هي اللي قزتني لما متقبلتنيش جايما انا مبلاش الدور ده بقى؟ دور؟ دور ايه؟ انت حتى عارف القصة من اولا الاخيرة مش فاكر ولا ايه؟ عمرك ما تبطل تحاول تبقى مثالي تعرف تقولي وصلتك لايه بقى مثاليتك دي؟ خليتك ما تيزيش حد في حياتك قبل كده يعني؟ لكن سكوتك ده عمره ما كان قزة صح؟ انت مريض ومعقد اعرف بس مش ساذج يدين انت تتعلم معاك ده ليه؟ انا بحاول اساعدك تساعدني؟ هي الاسئلة اولا التهمات دي بتاعت واحد عايز يساعد؟ تفاهم ان انا سدى الكلام ده؟ انا بحاول احنا نوصل للحقيقة يمكن نرتاح بقى تفتجر كده انا نرتاح يمكن نقدر جاريتها كانت سهلة كده انا مش عارف انا وصلت هنا ازاي وامتا؟ امني ما اصدت اجرحك او اضايقك بكلامي اتمنى تفهم ده اي اي اهم حاجه من نسبة لي دلوقتي اتمنى تغد حكم مخفف اهو تقدر تزد براتك موسيقى موسيقى موسيقى